المشكلة ان بتحصل ان ممكن جدا المدير الفاني فهمها غلط ان الكابتن عاملين جاية عاملين جاية عاملين هو بيتكلم مع إلامهم اللعيبة ليه كلهم في قضا واحد فإيهاب قال لي احسن بلاش لم هات الناس الكبار وتكلم معهم خمسة الكبار خمسة كباتن وتكلمهم طول الكابتن عامل اتكلمت مع فلان وفلان 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 وشديت عليهم بس انا مش حاسس انا حاسس ان في حاجة غلط الفرقة وقبل مباراة جنوب أبريكيا بيوم كان الباشمهندس هاني يا بوريدا كان موجود بيزورنا رحت ورد على جامب التورة باشمهندس انا حاسس في الموضوع واحد اثنين ثلاثة اربعة الراجل طبعا راجل اجنبي بيتعامل بطريقة الناس دول الناس وامتى يركزوا وامتى مايركزوش والكلام ده انت عارف اللعيب المصري الشاب الازمة اللي احنا شاهدنا اه بالزبط وانا عارف طبيعة اللعيب المصري حتى لو لعيب محترم اللعيب المصري ليه مواصفات خاصة لازم يعني تبين غضبك شوية على فكرة عمل قبل مباراة بتاع حوغاندا كان شد عليهم شوية كده لان كنا بنلعب ضربات الجزاء بيتمرانهم على ضربات الجزاء فاللعيبة كانت بتضحك فشد عليهم شوية فاللعيبة حسد فبدأوا يلموا نفسهم شوية فانا قلت له انا عارف اللعيب المصري فهو طبعا دول اللعيبة مدي مساحة وانا لما اتكلم على العيبة قلت له مش معنى المساح ان الراجل بيتدهالك ان انت تستخدم المساحة دي غلط ده راجل بيتكلم على الناس اللي قبل كده عاشوا معاه احنا احنا مختلفين يا جماعة والبطول على ارضنا لازم يكون الروح اعلى من كده ولازم تركيزك اعلى من كده انا مش عايز يعني انا مش عايز نرجع لزي ما اقولك انا هلم الموبايلات منك يعني عيب انتو اللعيبة كبار لو مش هتيجي منك لازم فدي الجلسات الفردية اللي كنت بعملها وكنت عايز اجمع الفرقة ان انا اتكلم الكلام دوت للفرقة كلها فقلت الباش مهندس هاني وكان فلسطيري فارغ طوية باش مهندس انا حاسز الموضوع موضوع وحش قوي واحنا شكلينا انت شوفت ثلاث مرشاة عاملين ازاي واحنا في واحد اتنين ثلاثة والمعسكر محتاج شدة جامدة اولا ساعتها راح ندى الايهاب الهيط قال له كلام يعني بيقوله كلام خطر الايهاب يعني لم اللاعيبة قال له انا متحافظ على النواية لم اللاعيبة داية عشان انا عارف ان اجيري ها لا بص هو بالنسباله ان انا اقول له ان انا هاخد اللاعيبة في الاودة اتكلم معهم دي بالنسباله محرمت مش مش هيفهمة مش هيفهمة يقولك انت هتاخد اللاعب تتكلم علي ايه انت انت المساعد بتاها يقول انت المساعد بتاها يعني انت ملكش حق ان اختلاف ثقافات اه بالزبط ففي الوقت دوت حتى يعني قرت البشمهندس لازم لازم نكون كده ادخل انا لو مش هقدر انا هحاول تاني اتكلم مع اللاعيبة كل واحد ان شاء الله تجيب كل تلاثة في الاودة عندي ونكلمهم عادي اكن يعني 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 يعدوا علي يعدوا علي اشتركوا في القناة